وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 521 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 142 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17.5 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط أكثر من 124.5 طن كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابزة من بينها 240 قضية خبز ناقص الوزن و176 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعيرة تم ضبط 26 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 298 طن ترجمة نانسي قنقر